إذن عن دلالات اجتماعات الصدر مع ممثل ميليشيا حزب الله اللبناني في العراق وتزامونها مع تهديدات إيران بقصف واجتياح شمالي العراق ينضم إلينا في الستوديو الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي دكتور فاروق مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم أهلا بك دكتور بمشاهدي قناة الراف أهلا بك دكتور اجتماعات التايار الصدري مع ممثل حزب الله في العراق محمد كوثراني هل يمكن أن نطلق عليه بأنها عودة الصدر إلى الحكومة واللعبة السياسية من جديد؟ يعني إذا أردنا أن نرجع إلى الوراء الصدر دائما يستخدم هذا الإسلوب سبق أن يستخدم إسلوب التراجع عام 2010 والتحاور ومن ثم الانقلاب على من يسمى أصدقاء في تلك الفترة والعودة إلى دعم التيار المدعوم من قبل إيران وفي وقتها كلنا نتذكر كيف عاد المالكي إلى السلطة 2010 الآن إذا أردنا أن نعود إلى قبل مرحلة تشكيلة للوزارة عملية انسحاب نواب التيار الصدري وأعطاء المجموعة هذه ما يقارب 72 صوت وأعطاها قوة حقيقية استطاعت أن تصل إلى السلطة فلذلك التيار الصدري بالذات باعتقادي أنه هو يخوض أكثر من لعبة وهو يخدم مصالح إيران سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة تذبذب زعيم التيار الصدري مقتد الصدر خاصة في القرارات السياسية هل هو تكتيك أم استراتيجية التيار الصدري؟ أنا أعتقد أنه ليس لديه استراتيج معين وإنما المصالح تلعب دور كبير وبنفس الوقت انتماء التيار الصدري انتماء السياسي والديني يخضع إلى أوامر وكنا نعرف أنه كان ولاء الكامل إلى توجه معين ودائما ما يمتثل إلى القرارات الإيرانية ولكن زعيم التيار الصدري مقتد الصدر دائما يتحدث عن ضرورة استقلال العراق وقراره السياسي خاصة عن إيران كيف ترون ذلك؟ أنا باعتقادي أن جميع من شارك بالسلطة من 2003 ولحد الآن لم يسعى أي منهم للعمل على استقلال العراق كل من ساهم في السلطة من 2003 بما فيهم التيار الصدري كان يبحث أولا عن مصالحه مصالح تياره ومن ثم مصالح الجهة الساندة إلى فالتيار الصدري معروف كان مدعو يعني إيران لها عدة أوراق داخل يعني إذا حسبنا التيار الصدري هناك هادي العامري هناك سابقا عبد العزيز الحكيم قبل بعدها أدنى المالكي أدنى التيارات الأخرى الآن الميليشيات التي أصبحت متنفذة أصابع الحق غيرها هذه كلها أصبحت الآن تيارات خاضة على النفوذ الإيراني ولكن متخاصمة فيما بينها على مصالحها الخاصة فإذن تحصيل حاصل الصدر إذا أردنا أن نستعرض الأمور نجده أنه هو خدم إيران بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العملية الأخيرة طيب دكتور لو تحدثنا قليلا هل هناك دلالات واضحة بتزامن هذه الاجتماعات بين الصدر ومحمد كوثراني مع التهديد الإيراني باجتياح بري لشمال العراق لكردستان العراق إيران الآن هي ليست في الوضع التي تهدد في اجتياح العراق شمال العراق أو جنوب العراق إيران كنا نعرف من خلال ما نشاهده من أفلام وما تقدمه وكالات الأنباع عن التظاهرات التي تجتاح إيران والانتفاضة الشعبية في أغلب مدن إيران إيران الآن في وضع هي غير قادرة الآن على حماية كثير من المدن الإيرانية ويوم أمس أحرق منزل خميني فإذا المسألة ما تهدد قوم وتهدد طهران وتهدد كثير من المدن الإيرانية شمال إيران وشرق إيران وجنوب إيران فالمنطقة الشمالية كنا نعرف أن المنطقة الكردية هي منطقة وعرة هي لو استطاعت أن تحصر الكيارات الكردية المناهضة إلها وتحاصرها لا استطاعت أن تحاصرها منذ سنوات عديدة الآن هي في موقف ضعيف فلذلك التهديدات إيران كنا نعرف أنه دائما هي تستخدم هذا الإسلوب إسلوب التهديد وإسلوب الضغط قال أنا ربما نعم ورقة من الأوراق هي ورقة شمال العراق ولكن الورقة الأساسية هي لفرض إيرادته على التيارات الشيعية المتصارعة ولكن إيران بالفعل تقصف شمال العراق نعم نعم هي تقصف شمال العراق ولكن القصف شيء والاشتياح شعار الاشتياح يحتاج إلى قوات عسكرية منضبطة قوات عسكرية تساندها الدبابات تساندها الطيران يساندها إيران الآن باعتقادي أنه هي تفتقد الآن في هذه المرحلة ربما لو قبل سنة ربما كان نستطيع أن نقول أيام قاسم سليماني قد ما كان يطرح مسألة معينة ربما كان قادر على تنفيذه لكن الآن في هذه المرحلة إيران هي في وضع غير قادر على أن تنفذ مثل هذا الاشتياح لو عدنا إلى موضوع فتح باب الحوار بين التيار الصدري ومحمد كوثراني هل تعتقد أن هناك احتمالية المصالحة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي دكتور؟ باعتقادي أنه هو الخلاف ليس بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي الخلاف دائما كان يركز الصدر على أنه هو خلاف مع المالكي ومن يتبع المالكي فهو بعملية انسحابه من البرلمان وعملية سحب أعضاءه هو أعطى للتيار أعطى للإطار التنسيقي القدر على تشكيل الحكومة إذن هو بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعم الإطار التنسيقي ولذلك الآن بالإمكان أن يكون مثل هذا الحوار لكن على أن يكون المالكي خارج هذا الإطار دكتور هل تعتقد أن إيران تريد الحفاظ على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنهاية رغم المحاولات المتكررة من قبل زعيم التيار الصدري للخروج عن سيطرة إيران تعتقد ذلك؟ إيران دائما تبحث عن مصالحها مصالحها إذا اقتضت أن يكون الصدر على رأس القوة المنفذة للإرادة الإيرانية ستحتفظ بالصدر أدما ترى أن المالكي هو القادر على أن ينفذ مصالحها في هذه المرحلة ستدعم المالكي أدما ترى شخص آخر يخرج إذا غدا شعرت أنه شخص جديد يظهر من التيار من الإطار التنسيقي قادر على أن يحقق إلها مصالحها ستتخلى عن الصدر مثل ما تخلت عن كثير من الأوجه التي كانت محسوبة على إيران طيب دكتور إذا نعود إلى التهديد بالاجتياح من قبل إسماعيل قآني تعتقد كيف ستتصرف حكومة السودان مع هذا الأمر خاصة يعني كيف لحكومة أن تقبل على سبيل المثال هل تقبل لو أن مثلا دولة من دول الخليج قد هددت باجتياح للأسف الحكومة العراقية تفتقد السيادة وتفتقد الإرادة ليس الآن منذ سنوات طويلة إيران تدخلت في العراق منذ 2006 ولحد الآن وتتدخل ولا زالت تتدخل الميليشيات العراقية الموجودة الآن هي تعبر عن إرادة إيران داخل العراق ولذلك باعتقادي أنه السوداني أو القبلة أو البعدة هو مسلوب الإرادة هو يمتثل لأوامر ليس الآن من يحكم العراق ليس هو بمعزل عن إرادة صاحب القرار الإيراني ويعلنوها صراحة أكثر من شخص يقول أنه هو يأتمر بأوامر الولي الفقية والولي الفقية كنا نعرف أنه هو علي خامنئي إذن هو يمتثل دينيا لإرادة الولي وعقائديا يمتثل لإرادة الولي ولذلك ينعكس هذا على السلطة العراقية طيب دكتور أمام هذه التطورات إلى أي مدابات وجود الميليشيات الموالية لإيران ومن ورائها حزب العمال الكردستاني وشكل تهديدا للعراق هذه الميليشيات تشكل تهديد للمجتمع العراقي للشعب العراقي ليس فقط للدولة العراقية هذه الميليشيات كنا نعرف ماذا عملت في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار وما زالت تسيطر على الكثير من مرافق الحياة أخذ على سبيل المثال الميناء الوحيد في العراق ميناء الفاو ميناء الفاو تسيطر عليه الميليشيات وتسيطر عليه الأحزاب وكل حزب له منفذ معين والكثير من الأمور تجري بمعزل عن إرادة الدولة إذن هذه الميليشيات تنفذ إرادة مصالحها ومصالح أحزابها وهذا كله ينعكس على الدولة العراقية على ذكر الدولة العراقية هناك سؤال ولكن عنوانه عريض نوعا ما دكتور أين ترى العراق حاليا على المستوى السياسي هل باستطاعة محمد الشاع السوداني له القدرة على إنهاء الفساد وتنفيذ ما تعهد به في أثناء التحضير لتسلم سدة الحكم كل عراقي يتمنى ذلك كل عراقي يتمنى ذلك ولكن إذا الآن اتخذ بعض الخطوات اللي نعتبرها إيجابية من الناحية سحب الحمايات من الرؤساء سحب بعض المخصصات من الوزراء ومن الدرجات الخاصة نتمنى أن يكون قادر إذا كان فعلا بالتأكيد راح يتلقى الدعم من الشعب العراقي لكن لما نرجع إلى ولاء هذا الشخص وانتماء السياسي وانتماء العقائدي أعتقد أنه الأمل ضعيف جدا في أن نصل إلى مرحلة الاستقلال في اتخاذ القرار السياسي بمعزل عن القوى المتصارعة والقوى الحاكمة والمسيطرة داخل الدولة العراقية هناك من يتحدث عن حلول هل الانتخابات المبكرة ربما الذي وعد به محمد الشيعة السوداني في عام 2024 قادرة على إنهاء المشاكل في العراق خاصة السياسية والاقتصادية والأمنية أي انتخابات تحتاج إلى أرضية نعم يعني الانتخابات إذا كانت هي صورة طبق الأصل للانتخابات السابقة التي جرت من 2005 ولحد الآن هذه لن تعبر عن مصالح عن إرادة المواطن العراقي ولا عن مصلحة الشعب العراقي وبدليل أنه آخر انتخابات نسبة المشاركة لم تتجاوز 18% بأتراف الجميع فإذا انتخابات الأربعة وعشرين لم تحصل على أسس سليمة ولم يتم رفع المعاناة عن المجتمع وإعطاء الحرية للجميع للمشاركة الفعلية في الانتخابات الانتخابات ستكون نسخة طبق الأصل للانتخابات التي جرت عام 2019 أو 2018 الدبلوماسي والأكاديمي العراقية الدكتور فتين فاروق فتين الراوي عفواً شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم عالم وسهلاً